مشاهد مرعبة توحي لكارثة على مد البصر مياه غمرت البيوت والشوارع ومناطق واسعة من مدينة خرسون والقرى المجاورة لها في الجنوب الأوكراني والسبب تفجير هز سد كخفكة ما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر دينيبرو بعشرة أمتار أنا حاليا في خرسون حيث أشهد بأم عيني هذه الكارثة يمكنكم أن تروا كيف تتدفق المياه كل ثانية قبل أن أبدأ الحديث لم تكن المياه أدنى مني والآن بدأت مستوياتها في الارتفاع أود أن ألفت انتباه العالم بأسره إلى ما ترغب روسيا في القيام به لتدمير أوكرانيا والأوكرانيين رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أكد أن نحو ثمانين منطقة سكنية يقتنها أكثر من اثنين وعشرين ألف نسمة باتت مهددة بالفيضانات فيضانات غمرت عدة قرى كليا أو جزئيا عقب الانفجارات التي دمرت قسما من السد في وقت أعلن حاكم منطقة خرسون بدأ عمليات إخلاء المناطق القريبة من المنشأة المائية محاضرا من بلوغ منسوب المياه إلى مستويات حرجة خلال الساعات المقبلة وقبل رصد الوضع الميداني سارعت كييف إلى اتهام القوات الروسية بتفجير السد المزود بمحطة كبرى لتوليد الطاقة والذريعة إغلاق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له كييف في الساعات الأولى من اليوم فجرت القوات الروسية سادا كاخوفكا وكان هذا الهيكل الخرساني الضخم يحتوي على 18.3 كم مكعب من المياه السكان المدنيون والبيئة الواقعة في اتجاه مجرى نهر دينيبرو تعاني بالفعل من أضرار جسيمة نتيجة للفيضانات أوكرانيا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة ومجلس الأمن وإحالة القضية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهامة تلقفتها موسكو سريعا متهمة هي الأخرى على لسان السلطات المحلية في المنطقة القوات الأوكرانية بقصف المحطة وصفة العملية بجريمة حرب مع سبق الإصرار والترصد